من كل المحافظات السورية جاءوا مكللين بإرادة الحياة ومتحدين أصعب الظروف ليشاركوا ضمن فعاليات المخيم الوطني الشبيبي الأول لمرحلة التعليم الأساسي والذي تقيمه منظمة اتحاد شبيبة الثورة تنفيذا لبرنامج أنشطة الصيف لعام 2017 ضمن مدينة بلودان بريف دمشق والذي تميز بنكهة خاصة هذا العام هذه المشاركة والاطلاع على المعاناة التي عاشها شبابنا بمحافظاتهم ضمن هذه الأزمة التي مرت على سوريا بالتأكيد يتعرفوا على بعض أكثر ويعرفوا كيف هذه المؤامرة التي انحاكت باتجاه سوريا وحقيقة نحن كان غاية كمنظمة أنه قيمة بمحافظة ريف دمشق أو بهاي المناطق السياحية اللي عانت ما عانت من الإرهاب وبالتالي مشاركة شبابنا اليوم بهذا المخيم بالتأكيد له من لولوات كبيرة واحد من أهدافنا أنه نحن يجتمع شباب البلد بعد فترة من الحرب وخاصة أنه كثير من مدننا لنا زمن اشتقنا لحتى نشوف الشباب اللي هني موجودين فيها فهذا المخيم هو من أوائل المخيمات اللي عم يجتمع فيها كل رفاقنا من كل المحافظات السورية من كل فروع القطر بمنظمة اتحاد شبيب السورة بدون أي استثناء اليوم تجميعهم بمكان آمن وداعم ويعطيهم فرص ليتمكنوا واحد من خلال وجود مدربين متمكنين ومتميزين حلاوة التنظيم هون أنه نحن جمعنا كل وحدة من كل المحافظات يعني رجعنا لمينة سوريا ببيت صغير المخيم يستمر لمدة أسبوع ويدم نشاطات ترفيهية تمكينية يشارك فيها كل من أبناء الشهداء وجرح الحرب إضافة لعدد من اليافعين الشباب المتفوقين دراسيا وذوي المواهب الفنية أنا رفيقة شبيبية سيد عمر السعيد من منطقة دير الزور مهمة الشعر حاب أقول الشعر عن وضع دير الزور شو طالت علينا وما عادي مفعنا الحشي ولبينا نوصل للفرح ولبينا حالة على البتشي محاصرين من الجميع والكل يشتري بينا ويبيع وبصار بينا من العرب شي فضيع والشاطر بينا رحل وما ديرا أن يضيع وبلا وطن وبلا وطن كنا نضيع أنا هنا مبسوط مع رفقاتي كثير ويعني هم من محافظة ثانية أنا محافظة درعوة أنا جايل من دير الزور مشان بسلم عن رفاقي ومن غير محافظات وبالتقي معاهم ذكرت أمي ذكرت أمي وعلي كانت تلالي ذي لله يا الولاد لالت علي يا يمه يا يمه يا بعد روحي آيا ولي آيا ولي اسمي مؤمن حمد لباد صف السابع جاي يعني هنا غني موهبة الغناء كثير مبسوط أنه رفقاتي اللي جاي من دير الزور هؤلاء الأماكن المحاصرة المحافظات كثير مبسوط أنه حاولوا جاء ومبسطنا كثير معهم وأنا موهبة الغناء وحبب إهداء موال بسيط للشام يا شام ما بقدر حنيني من دير الزور الحسكة الرقة وإلى دمشق حملوا أوجاعهم وهمومهم وأتوا يشاركون رفاقهم من مختلف المحافظات السورية هذه المساحة الصغيرة التي تمثل الوطن الأم الذي يحتضن جميع أبنائه بمختلف انتماءاتهم ترجمة نانسي قنقر